واحد من اللعيبة بتوعك اللي انا بحبهم جداً الحقيقة مين؟ هو لعيب كبير يعني اللي انا بحبه جداً بس انا شاف انه ماخدش حقه او كل خطوة بياخدها بيرجع خطوتين لورا انا مش عارف ليه وعايز اسألك ليه احمد رفعت اه احمد رفعت تالنت كبيرة جداً اوي من ابناء امبي بقى كده راح نادي الزمالك موفقش في نادي الزمالك لعب يعني كويس بس موفقش في الزمالك وخد خطوة وراح فيوتشر وبعد كده راح المصري اعتقد راح اتحاد مصري انا عرفته في المصري 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 راح فيوتشر بعدك راح الامارات اه طول رجع من الامارات ليه يا نادي مصري صارت واحدة وبعد كده لا مصري فيوتشر مصري فيوتشر فيوتشر واحدة وعكا رجع فيوتشر صح 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 ليه رجع من الامارات اعتقد ان كان لازم يرجع وده أسباب كثيرة ليه ليه؟ يعني مقدرش يتأقلم هناك على الكرة لا بالعكس بالعكس حسن الإماراتي يعني نفس اللغة بالعكس هو اللي كان ماشي كويس وأعتقد أن المدرب كان لي وجهة نظر مختلفة قررنا أن إحنا ما نقاطش لغاية آخر السنة قعدنا وتفاوضنا وكل حاجة تمام وكله طلع مبسوط ورجع هو مصر ومع فيوتش بس ده كان هو العيب كويس طبعا رفعت من أحسن الناس طمنا على أصابته الأخيرة واتصاب في مباراة الزمانية أصابته الأخيرة دي أنا يعني 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 مش هتكلم فيها أوي بالصراحة ليه؟ لأن مش هدخل فيه حاجات الناس هتزعل مني فيها لكن أحمد رفعت هو لهو كان سليم قبل المدش كان عيام كانت تركت 42 أعلى 41 الصبح بتاع المدش كويس؟ وده ما كانش يهم فعل عالخاص وصابته إيه يا صابته؟ ما فيش يصابة الوقت كان حيبولت يا عامد بقى آه يعني سيكنس يعني حيوة طبعا رجل مرض يعني مش يصابة عضلية درب يعني فهم سبرينتين تلاتة وقت حوق مع أنه كان كويس شوط العروني جدا ما كانش يده بيتنفس بقى خلاص فده لأ وكان عنده حرار فإنه بقى يدوبت دايما وده خطر خطر جدا خطر جدا خطر جدا خطر جدا يا حيوية ده ممكن يروح فيها أصلا وانا بترو الكلام ده فيش حاجة تتعمل فيش حاجة بإزاي يعني انت نصحته يعني انت نصحته ونلعبش لحيوية أنا عرفت المعلومة بعد الماضش أصلا يعني قبل الماضش وأعمتا بيكلمني على طول لكن هو في حاجات يعني مثلا في الإمارات كان بيكلمني كل يوم لو في أي حاجة دلوقتي لا هو إيه بيستسر طب في حاجة زيدي كان لو أنا كنت عارفتها كنت نصحته طبعا لأ أنا شفت حاجات دي قدامي يعني 18 سنة عارف كل يعني تفاهم يعني عديت بيع اللعيبة قد إيه وشفت موقف قد إيه لا ويجي حاجة طبية يعني فالطبية مفيش حد مفيش حد ياخد حاجة زي كده ولو حد معترض على الكرامي يرد عليك ما حدش بياخد مأحونة بتنزل الحرارة وإيه لعب تاني بقى ماتش بالليل يا جماعة وبعلي كده ماتش دور يعني مش ماتش مثلا نهاية أفرخة وفي النهاية فيوتشر خسر تغيير بخروج أحمد رفعت العيد نزل مكانه وأعتقد البدل وعاكي الناس بلدك هرب يا عشان الزمالك وفي النهاية مش عارفين ضرب مين لا رفعت ولا هو هرب ولا هو هرب ولا هو راجل ليه انتماءات غير النادي بتاعه وحلها بالتالي لا أنا رفعت راجل جداً وبيحب فريته جداً وأعتقد أنهم ولا هرب على بتاعه يعني عشان بس هو ما تلاقش اتكلم كمان فأنا حقي إن أنا التكلم أطلع دافع عنه بس واحد من المساكين اللي اتطوروا أو مدافعين اللي اتطوروا شكل كبير جداً محمود مرعي في فيوتشر والحقيقة يعني أنا ببقى دايماً سعيد لما بدي فرصة الولد إن هو يلعب أول مباراة ليه والديبيوت بتاعته مرعي من اللعيبة اللي أنا أمنت بيها وهو عنده 18 سنة يمكن في دجلة ولعبه اتطور وأنا كنت متأكد إن هو هيبقى سنترباك كبير وطبعاً تاكس لعب دور كبير في تطويره والمدربين كلهم اللي هو يعني اشتغل معاهم مش عايزين نغفل حق حد مرعي مستقبله فين خاصة إن يعني يعني هو العيب دلوقتي يبقى بينضم المنتخب مصر وصح موجود في المنتخب إيه مستقبل مرعي؟ هل هيبقى في فيوتشر ولا في حالة وجود عرض جيد ممكن نشوف مكان تاني؟ أعتقد إن هو موجود في فيوتشر أعتقد إن الموف عاده بصلا دي ما يصله لأ لسه سنة ثلاث سنين بتاعه أوكي ماشا بس أوربع سيكة لسه مجد أعتقد إن الموف بتاعته من ودي أو تربيته في فادي ديجلا أضاف له الموف بتاعت فيوتشر أضافت له جامل جدا 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 أضافت له كتير موجوده مع كتن عادي ماهر وفي نادي لعب أفريقيا وفي نادي دخاله المنتخب وهو أصلا عنده كورة كمان من لعبة اللي عندها كورة فاهم أظيف فبالتالي عنده عروض طبعا بس أنا أتمنى إن هو يروح بس الديستينيشن أنا أنا عايز يروح إن هو يسافر بره يعني؟ يسافر بره أو يروح حتة في مصر كويس فين يعني؟ يعني أعلى شوية مصر إلا إلا اللي موجود عالتربيس أوكي أصلا بك إن رفع بره المرعب محترم جدا ويخده كويسة جدا وبيهتم بنفسه جدا فده طيب أنا أحبه جدا في الكورة بس صحافة اللعيب اللي تقدر تساعد طبعا صحافة اللعيب مهمة وبعد كده اندماجه وأكيد هي يعني لازم يبقى الستاب اللي جاي أعلى واحد من اللعيبة برضو اللي أنا يعني بأسعيد إن أنا بشوفه إن هو شغال بشكل كويس وكنت في وقت حزين عليه إن هو تعرض لإصابتين كبار محمد محمود وبرضو واحد من اللعيبة اللي أنا بديتهم الديبيو بتاعتهم في ديجلة في وقت صغير وأمنت بيه لأن يعني يعني اللعيب تقدر تشوفه المستقبله وهو صغير حتى لما كان صغير كان دايما لعبه سابق سنه زي ما بيقوله كان ناضج بشكل كبير جدا كان لك للأسف تعرض لإصابتين كبار يعني في الأهلي وراح عارل الاتحاد هل محمد محمود فيه كلام إن هو يرجع الأهلي للسنة اللي جاية ولا لسه مكتر مخطوش لسه مقادتش معي ما كيمتش معي إسه ولا مع الأهلي؟ أفندم؟ ولا مع الأهلي؟ لا ما كنتش معي أحده خلص أنا ما استني غالت الدوري ما يخلص بس أنا وجهت نظري ومحتاج يطلع سنة كمان أقار أنا رأيي أنا مغير مغير مهيز عالميني محتاج محتاج هل 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 ليه يعني هل هل لا عشان عايز يلعب أنا مش عايز يدخله في نفس الفكرة وعنده عدم على النادي الأهلي ومستمر وكل حاجة في الدني كويس لكن أنا إيه اللي حاجة أنا لسه مكتمتش معي تاني والكلام اللي على الهوى ده ما يزعلش مني فيه أنا شايف إن هو محتاج سنة كمان عشان يلعب لكن لو هو في الأهلي فيه ريبليسمينت كتيرة أو فيه في البوزيشن بتاعه الناس كتيرة فالمنتس هتقل فهنرجع لخطوة الورا لا أنا عايز السنة جاي يلعب كلها وبعد كده بأحكم عليك طب في وقت من الأوقات العرى بتحجم اللعيب شوية لأنه بحسس برضو مها ما كان بحالة عدم استقرار أو أنا مش يعني مش لو معدكش الأبر هاند لو معدكش الأبر هاند لو مش جاي من النادي كبير لو جاي يعني مثلا خلال فتاح كان هو ده اللي انت بتتكلم عليه جاي عرى من سموح عايز أثبت وجودي فاهم هذا حامل لحن جاي من النادي كبير فهو جاي ياخد مينتس بس عايز يزبت وجوده طبعا بس مش نفس الكيس مش نفس الكيس في واحد عايز يزبت وجود نادي كبير وفي واحد في النادي كبير عايز يرجع على رجليه فبناخد وقتنا بس النادر انت عارف دايما يعني ايه أنا روحت أعارات كتير وروحت انتخالات نهائية كتير طبا لما بتبقى منتقى الانتقال نهائي بتبتدي ان ان انت ايه نمتاح انا عارف ان انا قاعد هنا مثلا سنتين ثلاثة على الاقل فببتدي مثلا ان انا ممكن اشتري شقة فالمكان دا صح وممكن ان انا ولادي يتنقلوا مدرسة فالمكان دا صح وحاجات كتيره جدا حوالا hepat انا خلاص مستقر فالمكان دا ايا كان انا جاي بقى من النادي كبير من النادي صغير حتة ان انا عندي عقد تلات اربع سنين فالمكان دا فده يعني شور شفت انت بتقول ايه عندي عقد تلات اربع سنين انت بتتكلم على اووروبا مشيك بقى بعد بكرة ولا هتاخد حاجة هتاخد اخرى خمسية سباية بس انتو وردو انا دلليكم دور في القصة دي في ان انتو 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 تغير يا عم تغير حاجات الاساسية طب لا بس هي حاجة اساسية ايوة بس هي حاجة اساسية اكتر بكتير لا بالعكس والله دي صدقني انت النهاردة انا شايف ان في جهتين او طرفين ليهم دور كبير في ان هم يحموا حقوق اللعيم المصري وكيله وجماعية اللعيمين المحترفين اه دي كصة طبعا فانتو النهاردة انتو اللي لازم تخطبوا اتحاد الكرة وتقولوا لاتحاد الكرة يا جماعة اه 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 انا مانديش مشكلة خالص عاملوا 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 اللعيم المصري زي الاجنبي لان على الاقل هو فبلده مانديش ايو مشكلة خالص لا مخاطبات رسمية اصدقى مخاطبات رسمية بس قانينلي مين اللي هيحط يتحط اسمه في المخاطبات الرسمية لا انا كان اني وكيل مش قصدي على الوكيل أنا قصدي أن أنت النهاردة يا جماعة اللعيب المصري يضمن له حقوق ويؤمن له عقده أنه هو في حالة فسخ عقده في أي وقت أنه هو من حقه أن يحصل على عقده كاميرا أسوة باللعيب الأجنبي